القطاعات الاستراتيجية لها الاولوية في النظرات الاقتصادية المقبلة للجزائر حسب تصريحات المسؤولين في الحكومة وهي الفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة والخدمات لكن لغة الارقام تبقى الانعكاس الأوضح لسياسات الحكومة وتوجهاتها فكيف هي علاقة ارقام الحكومة بخطاباتها قانون مالية 2013 خصص لوزارة الصناعة أربعة ملايير دينار ولوزارة البريد والتكنولوجيا الإعلام والسياحة ستة ملايير دينار وقطاع الخدمات ممثلا في وزارة التجارة بثلاثة وعشرين مليار دينار معد الفلاحة بمائتين وثلاثة وثلاثين مليار دينار مشكلة كلها نسبة ستة فاصل تسعة وثمانين من مخصصات ميزانية تسيير ومع تكثف الضغوط الاقتصادية واشتداد الأزمات وتحول الخطاب الحكومة نحو الانعتاق من سطوة براميل حاسم سعود إلى قطاعات اقتصادية الخمسة تبقى الأرقام مقاومة لكل تغيير فالمشروع قانون مالية 2016 يبقى وفيا لأرقامه السابقة للقطاعات الخمسة السحرية فالفلاحة لا تزال تراوح نسبها المعتادة بإجمالي مائتين واربعة وخمسين مليار فيما تبقى النسب الصفرية تلاحق القطاعات السحرية فللصناعة 0.11 ولتجارة 0.42 وللسياحة والتهيئة العمرانية وصناعة تقليدية مجتمعين 0.08% ولوزارة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال في عز خطاب الرقمنة والتحديث نفس النسبة وبعد كر وفر بين بن خالفة ونواب الشعب ها هم يستعدون أخيرا لرفع شعار نعم لقانون يترجم بوضوح اجتداد الأزمة كما يعجز بوضوح عن ترجمة الحلول ترجمة نانسي قنقر